دكتور هيثم واضح بأن الأمور ما زالت معقدة وهي ليست لمصلحة الروس أيضاً كما يبدو هل هذا تراجع من قبل روسيا عندما يعلن الناطق باسم الكريملين أن الهدف الرئيسي حماية لوهانسك ودونيتسك ليس أكثر يعني كأنه في تقليص للأهداف الاستراتيجية من قبل الروس هل هذا لا يعني لأنه في البداية حطوا هذه الشروط أو هذه العوامل اللي بدأوا يوصلوا للمهام اللي بدأوا يوصلوا له فكانت هي عبارة عن تحرير لوغانسك ودونيتس بس كنا أمام أهداف عديدة منها التخلص من القيادة النازية والنظام النازي اليوم الهدف النظام النازي كما يصفه الروس طبعا إذا نسميه بالمعنى كما يسموه الروس أنه النظام النازي فهي قضية شعب الأوكرايني وأنا أعتقد بعد ما يوقع الاتفاقية الاتفاقية السلام اللي بدأت صيرها واللي هلأ بدي يجي شولتس والماكرون والرئيس الفرنسي وكذا إلى كيف يقولوا له خلصنا عدو وقع هذه الاتفاقية وحاجة وتبع هنغاري ورئيس الهنغاري وصلوا لهذه الحدود لأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا في أوروبا ويتصاعد يوما بعد يوم يعني هذه نتائجه كارسية كارسية فهن بعد ذلك سيقوم الشعب الأوكراين بتغيير هذه القيادة النازية عنده فهذا شي طبيعي يعني طيب بعد أن يوقع بيتخلصوا بأي بلد دائما بصير بعد ما يوقع بيتخلصوا منه بعد ما يوقع بيتخلصوا منه هذه طريقة ليست جديدة يعني